موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائينا ومشاهدات حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج التواصل حلقتنا لهذا اليوم سنتحدث عن مهارة من أهم المهارات الاتصالية والتي نحتاجها في حياتنا بشكل يومي هذه المهارة هي مهارة الإقناع الإقناع يعتبر سلوك إنساني فجميعنا يمارس عملية الإقناع نحن نتلقى رسائل إقناعية بشكل يومي وكذلك نمارس العملية الإقناعية نتلقى رسائل إقناعية عن طريق الإعلام عن طريق الأسرة عن طريق الزملاء عن طريق الأصدقاء وكذلك نحن نمارسها حتى لو كانت في حدود ضيقة فأنت أحيانا تريد أن تقنع زميلك بفكرة تقنع مثلا أحد أبنائك بفكرة أو برأي أو باتخاذ موقف ونجاح الإنسان بيعتمد كثيرا على قدراته في عملية الإقناع وللتحديد أكثر عندما نتكلم عن الإقناع فإننا نقصد به تلك العملية التي تعتمد على تغيير أو تقوم بتغيير الآراء والأفكار والقناعات والسلوك والمواقف لدى الآخرين فأنت تستطيع أن تؤثر على الآخرين بحيث تجعلهم يتبنون رأيا معينا أو موقفا أو سلوكا أنت تتبنى فتريد منهم أن تبنوا ذلك الموقف أو هذا السلوك لهذه المهارة عدد من القواعد ومن الأمور التي تجعلنا ماهرين في عملية الإقناع سنتحدث عنها إن شاء الله بعد هذا الفاصل القصير فاصل قصير ونعود إليكم بإذن الله تعالى لله الحمد على المال فضل الله فلا أنسى للفقر حق في مال مفروض في المال ولها مقدار معروف فيه الفرض وليس سوى فغني يعطي لفقير عند الحول بلا تأخير لله الحمد على المال فضل الله فلا أنسى للفقر حق في مال مفروض في المال مفروض في المال بزكاة المال يساعده ببشاشة وجه وسرور أعطي المال لوجه الله لا أعطي لرياء الناس لله الحمد على المال فضل الله فلا أنسى للفقر حق في مال مفروض في المال لا أطلب فخرا وتباهي البذل ينمي الإحساس نفسي بزكاة أعليها وأطهرها وأسكيها وبها الأموال أنميها وإلهي سيبارك فيها لله الحمد على المال فضل الله فلا أنسى للفقر حق في مال مفروض في المال زكاة البركة تجلب بالبذل ربي أصلح لي أحوالي واعذني من شر البخلي وفقني لزكاة المال لله الحمد على المال فضل الله فلا أنسى للفقر حق في مال مفروض في المال زكاة حياكم الله و أهلاً و سهلاً و مرحباً بكم أعزائي المشاهدين و المشاهدات حياكم الله الشباب معنا في الاستوديو و المشاركين الدائمين أهلاً و سهلاً و مرحباً بكم نتحدث الآن عن القواعد الأساسية لمهارة الإقناع كيف أكون مقنعاً للآخرين بشكل جيد القاعدة الأولى المركزية و الطرفية المركزية و الطرفية إدارة تقنع شخص لا بد أن تعرف هل هذا شخص مركزي أو طرفي كل شخص بيتعامل وفق هذه القاعدة ماذا نقصد بالمركزي و ماذا نقصد بالطرفي الشخص المركزي بيفكر و يركز أكثر و ينتبه و يعطي اهتمام لذات الموضوع و محتوى الموضوع يعني في أي موضوع نحن نريد أن نقن على الناس عندنا المحتوى ولا لا المضمون و عندنا الأسلوب و الطريقة التي يتم بها فالشخص المركزي بيركز أكثر و يفكر فيه ذات الموضوع المحتوى الذي تقوله الشخص الطرفي بيهم أكثر الأسلوب الأسلوب واللغة والطريقة والمكان والموقف الذي يتم فيه عملية الإقناع و لذلك بعض الناس أنت بتلاحظ أحيانا بيستمع لشخص متحدث قد يكون هذا المتحدث يقول كلام خطأ أو مخالف للحقيقة أو كلام مثلا عليه اعتراضات لكنه قدمه بسلوب جميل عبارات منمقة سلوب لطيف تصحبه ابتسامة و أسلوب حماسي مثلا في جو معين أي في جو معين فتجد أن بعض الناس يقتنع يقولوا الله يا فعلا هذا الكلام جميل مع أنه كلام و لو دققت فيه ستجد فيه أخطاء لكن تأثروا بما نسميه بالطرف بالأشياء الطرفية الأشياء الجانبية بينما الشخص المركزي حتى لو قدمت الكلام بسلوب رائع بسلوب جميل طريقة حماسية طريقة مميزة هو يناقشك في الفكرة في الفكرة والمحتوى ولذلك نحن نتكلم مع الناس لا بد أن أعرف هذا الشخص الذي أقنعه الآن هل هو مركزي هل هو طرفي إذا كان شخص مركزي لا بد أن أجهز أدلة براهين حجج أرقام إحصايات مواقف أحشد ما أستطيع من الأدلة حتى أقنعه حتى لو كان أسلوبك أقل يعني في الأداء أو ليس مميزة إذا كان الشخص الذي ستحدث معه تحاول أن تقنعه شخص طرفي لا بد أن تستخدم مسلوب إيش مسلوب جميل كلمات منمقة عبارات لطيفة تحاول أن تؤثر عليه بالمشاعر بالعاطفة إذا تؤثر بأشياء طرفية ليست مركزية أو في ذات الموضوع هذا إذا كنت أتحدث مع شخص طيب أنا أتحدث الآن لمجموعة من الناس أريد أن أقنع مجموعة من الناس أستخدم أي طريقة الثنتين لأنه فيهم المركزي وفيهم الطرفي جميل أستخدم الطريقتين مع بعض حسن أتكلم بطريقة مركزية وطرفية يعني أهتم بالشخص اللي تفكيره مركزي فأحشد أدلة وبراهين وحجج وأرقام وشياء منطقية وأيضا أهتم بالأشخاص الطرفيين أو قدم هذا المحتوى في قالب من الأساليب الجميلة والكلمات المنمقة والأسلوب اللطيف والحماسي والتفاعل حتى أقنعهم معي فلذلك لابد أن ننتبه لهذا الأمر هل هذا الشخص اللي بتحدث معه مركزي أو طرفي وإذا كنت تتكلم مع مجموعة كبيرة لابد أن يوجد فيهم المركزي ويوجد فيهم الطرفي فأنا أستخدم الأمرين مع بعض إذن هذه القاعدة الأولى تسميها المركزية وطرفية القاعدة الثانية الاقترابي والابتعادي الشخص اللي بتقنعه الآن هل هو اقترابي والابتعادي أيضا ماذا نقصد بالاقترابي والابتعادي حتى نقرب الصورة لأستاذ المشاهدين أي شخص مننا عندما يتحفز لفكرة أو يريد أن أقتنع بها أو سيوافق على موقف معين تجد عنده دافعين للموافقة إما أن يكون اقترابي بمعنى أنه شيء يحصل عليه نتيجة إيجابية يحصل عليها ماذا أحصل عليه الشيء الذي سأحصل عليه ماذا سأستفيد ماذا سأجني هذا يسمى شخص اقترابي دائما يقترب من الفائدة من الشيء الإيجابي الذي يريد أن أحصل عليه في المقابل يسمى الشخص الابتعادي ما يعني الابتعادي عكس الاقترابي يحذر منها يحذر هذا يغلب جانب الحذر فيه أشياء سلبية ابتعد عنها فيه أشياء سيئة ابتعد عنها ولذلك لما تقنع شخص لا أبدا تعرف هل هو اقترابي ولا ابتعادي نأخذ مثال بسيط لو كان أحد الشباب مثلا في الجامعة أنتم الآن شباب جامعة تقنع والدك يشتري لك سيارة خلاص أبوك ما هو راضي يشتري وانت الآن ما شاء الله بعد الحلقة تخلني أروح للوالد الآن ويقنع يشتري سيارة فأول شيء يجي في بالك هل والدك اقترابي ولا اقترابي طيب إذا كان اقترابي ايش بتقوله بتقولي يا ابوي أنا أبغى تشتري لي سيارة أعطي نتائج نتائج إيجابية أحسنت أقوله شوف يا ابوي إذا اشتريت لي السيارة هساعدك في التوصيل هوصل أخواني للمدرسة أيضا أنا هروح الجامعة أيضا هتساعدني إذا بروح مثلا عندي مثلا حاضرات خارج يعني وقت الصباح هوفر مثلا قيمة أو تكلفة السواق مثلا يعني أنت الآن أعطيته شيء إيجابي يحصل عليه طيب إذا كان ابتعادي تعطي أشياء يحذر منها أو أشياء سلبية ستحصل إذا ما اشترى لك السيارة بتقولي أبي أشتري لي السيارة لو ما عندي سيارة أو ما اشتريت السيارة بصير تأخر على الجامعة أنت بتوصلني كل يوم بتوصلني كل يوم بتوصل أولاد وتتعب بمشاوير مثلا نموزينات مشاوير كثيرة الفلوس تعطي أشياء يحذر منها فلذلك أنت تشوف هذا الشخص سواء كان طالب سواء كان زوجة سواء كان زمين هل هو اقترابي أو ابتعادي طيب إذا كان أيضا مجموعة أنا بوقنع مجموعة أمامي ها استخدميش السلوبين السلوبين لأن فيهم الاقترابي وفيهم الابتعادي ولذلك ممكن نقرب الصورة غالبا الاقترابي نقول أقرب إلى الترغيب والابتعادي أقرب إلى الترهيب أنه شيء يخاف منه طيب يأتي سؤال فأنت فضع أيضا مثال آخر الطفل إذا تبقى الطفل يأكل شيء معين يتغدى في وجبة مثلا بعض الأطفال تقولوا إذا خلصت إذا أكلت سأعطيك حلاوة تلقى يتحمس بعض الأطفال إذا لم أكلت سأعطيك حلاوة صحيح أحسن تأتي الآن هي نفس الفكرة بس بطريقتين مختلفة مثال جميل جدا اللي ذكروا حمزة فعلا وشب حتى الأولاد مثلا الأبي يحفز أولادهم لمذاكرة بيقولهم مثلا إذا نجحتهم هنذهب نتمشى هنسافر هذا يسمى اقترابي سلوب اقترابي إذا أنت نجحت هنسافر طيب يقولهم لو ما نجحت ما رح نسافر ما رح نسافر فلذلك أنت تأتي أيضا بطريقة مختلفة أو تسمى مقابلة طيب هنا سؤال كيف أعرف أن شخص مركزي أو طرفي كيف أعرف أن شخص اقترابي أو ابتعادي طريق المواقف من خلال مواقف من خلال حديث من خلال الكلام أنت ممكن في البيت هتسمع والدك إيش يغلب عليه في الحديث معكم حذر ولا حلوة تحذير ترمرها أعطيكم زي ما ذكرت حتى في البيت فالشيال بسيطة يعني الطفل يبغوني أكل مثلا تجد إذا الأم ابتعادية دائما كل والد ترى بتصير ضعيف بتصير كذا بتموت بتمرض ما بتكبر تلقى دائما يغلب عليها الجانب التحذيري السلبي وإذا كانت الأم اقترابية بتقول يلا كل والد عشان تكبر عشان تدخل المدرسة عشان تصير زي أخوك فدائما يعطوا له يعني ما هي الأشياء التي سيحصل عليها فأنت تعرف المركزي والطرفي والاقترابي والابتعادي من خلال الحديث ومن خلال المواقف ومن خلال الأشياء التي يمارسها في حياتي إذن هذه من خلال ملاحظة من خلال ملاحظة من خلال ملاحظة لكن أنا أمام مجموعة كبيرة أستخدم الأثنين لأنه جزما سيكون كل الأنواع موجودة هذه قاعدتين القاعدة الأول المركزية والطرفية والقاعدة الثانية الاقترابي والابتعادي سنكمل إن شاء الله فاصل قصير أيها الأخوة ونعود إليكم لإكمال بقية القاعد المهمة في مهارة الإقناء بسم الله الرحمن الرحيم غض البصر البصر من أعظم النعم التي يجب أداة شكرها باستعمالي في طاعة الله وغضي عما حرم الله قال الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبو صارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أسكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبو صارهم ويحفظن فروجهم وغض البصر امتثان لأمر الله وسبب للسعادة في الدنيا والآخرة وتقوية للقلب ونور للبصيرة وفتح لطرق العلم وأبوابه وسد لمداخل الشيطان ويطلاق البصر إلى الحرام سبب للفتن وفساد للقلب فإن لم يقتله جرحه ويؤدي إلى نسيان العلم وطمس البصيرة والغفلة عن الله وليوم الآخر عياذ بالله تعالى من ذلك وقد قال صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه يا علي لا تتبع نظرة النظرة فإن لك الأولى وليس لك الآخرة رواه أبو داود الترمذي وحسنه الألباني وسأل جريل ابن عبد الله رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر عن نظري الفجاه فأمرني أن أصف بصري رواه مسلم ويستعانى على غض البصر بتقوى الله تعالى والخوف من عقابه والدعاء ويستعانى بالله والزواج للقادر والصيام لمن لم يستطع ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن آمين حياكم الله مجدداً أيها الأخوة مشاهدين ومشاهدات تكلمنا عن القاعدة الأولى المركزية والطرفية والقاعدة الثانية الأقترابي والابتعدي القاعدة الثالثة تسمى يا شباب النماذج الإقناع الآن في عملية الإقناع أنا عندي أربع نماذج لما حاول أقنع على آخرين النموذج الأول يسمى نموذج الإقناع نموذج الإقناع بين طرفين مثلا نقول حمزة وعبيدة مثلا حمزة يقنع عبيدة نموذج الإقناع أن عبيدة يصبح في رأيه مع حمزة يعني أصبح في صف حمزة اقترب من حمزة حمزة يريد أن يقنع برأي عبيدة وافق واكتنع فصاروا مع بعض هذا يسمى نموذج إيش؟ الإقناع نموذج الثاني يسمى نموذج التفاوض التفاوض عبيدة لا اقتنع تماما بكلام حمزة لكن اتفقوا على منطقة وسط هذا اقترب قليلا وهذا اقترب وتنازل هذا عن أشياء وهذا تنازل عن أشياء أصبح منطقة وسط هذا يسمى نموذج التفاوض وهذا لا شك نموذج أيضا يعتبر جيد الثالث يسمى نموذج التعصد حمزة عنده رأي بقي على رأيه عبيدة لا اقتنع وبقي على رأيه بقي كل واحد على رأيه هذا يسمى نموذج التعصد إلى الآن ما عندنا مشكلة يعني ما هو مشكلة تبقيت على رأيك وانت بقيت على رأيك لأن بعض الناس يظن أنه لازم تقتنع لازم لما أحاورك أو أقنعك لأنه لابد أن نطلع مقنعين لبعض ولذلك دائما من الأخطاء وهذا يخذوها قاعدة من الأخطاء في عملية الأقناع أنك تجس مع شخص تقوله يا أقنعك يا تقنعني لأن هذه تتحول إليش إلى تحدي تصير تحدي يا أقنعك يا تقنعني خلاص تحدي ولذلك يبدأ كل شخص يبرز الخطوط الدفاعية عنده لأنه لا أقنع بكلامك وانت تقول لهم لا أقنع لكن بقيت على رأيك وانت بقيت على رأيك هذا يسمى نموذج التعصب وما في مشكلة إذن النماذج الثلاثة الأولى كلها لا يوجد أي مشكلة المشكلة فيين في نموذج الرابع يسمى نموذج الاستقطاب ما نقصد بالاستقطاب أنه يصبح حمزة وعبيدة ومنطقة تبتعد جدا عن بعض ويصبح هذا يحشد ضد عبيدة وعبيدة يحشد ضده وهذا يتكلم على هذا وهذا يتكلم على هذا وهذا يحاول أن يوجد أنصار الذي يهاجم عبيدة وعبيدة يحاول أن يوجد مجموعة معه تهاجم حمزة هذا يسمى نموذج الاستقطاب وهذا نموذج سيء هذا لا يفترض أن يكون أصلا في المجتمع ولا يفترض أن يكون أيضا إذا أردنا أن نبني تواصلا إيجابيا وناجحا لذلك إذا لم تستطع أن توقن على الشخص فأقل شيء تفاوض منطقة في الوسط إذا أيضا ما وصلتم للتفاوض أن يبقى كل شخص على رأيه ولكن بدون إيش استقطاب أي استقطاب أو معادة أو يبدأ نوع من السقاط كل واحد يحاول أن يسقط الأخر القاعدة الرابعة التكرار من أشياء المهمة في عملية الأقناع التكرار ولذلك الأسلوب التكراري في العبارات يزيد فعالية التأثير في الكلمات والنبي صلى الله عليه وسلم أثر عليه أنه كان يكرر الكلام ثلاث مرات ليرصخ الكلام وليقنا على الشخص ولذلك أيضا كثرة التكرار نرى الآن في الدعايات نصل إلى قناعة الإعلانات التجارية الآن في كل مكان في كل مكان عندما ترى الشارع لوحات عن منتج معين تتكرر عليه ترىها في الجوال الآن عندك وترى تطبيق تدخل عليه ترى إعلانات كل هذا التكرار يبني عندك قناعة أن هذا أفضل منتج صح ولا نعم ولذلك لو سمينا الآن أي منتج الآن في ماركات معينة هي الرأس خفش في الذهن لا نريد أن نقول بعض الأشياء لكن نقول أن بعض المنتجات أصبحت هي رمز وأصبح شيء راسق في الذهن ونعتبره هو الأفضل القاعدة الخامسة في عملية الأقناع استخدم اللغة المفعمة بالحيوية في عملية الأقناع لا بد لغتك ما معنى مفعمة بالحيوية إيجابية إيجابية وتحمس الفكرتك وتحمس الفكرتك فيها براهين فيها دلة فيها مواقف تستطيع أنك فعلا تجعل الشخص وبيسمعك يتأثر بكلامك أستطيع أن أذكر أبيات الشعير أذكر آيات قرآنية أذكر حديث نبوية أذكر مواقف تاريخية أذكر قصص واقعية الآن حاصلة هذه تسمى اللغة المفعمة بالحيوية وليست لغة باردة ورتيبة عندي كلمتين أقولها فلذلك لا بد أن تهتم بهذا الأمر وأهمية اللغة المفعمة بالحيوية تؤثر في الناس اللغة الحيوية ولذلك يقولون الناس غالبا لا يتأثرون بالحقائق الواقعية لأحد المواقف ولكن يتأثرون في الغالب بما يترك انطباعا قويا في أذهانهم دائما لغتك القوية تترك انطباع عند الآخرين من القواعد وأنت أيضا أتمنى لو في أي مشاركة أو مداخلة مباشرة يعني إن شاب لا تنتظروا العواطف مقابل الحقيقة الناس في الجملة يتأثرون بالعاطفة حتى لو كان شخص منطقي تجد أن العاطفة تؤثر ولذلك نحاول قدر الإمكان في عملية الأقناع حتى لو استخدمت الأساليب المنطقية وأمامك شخص منطقي لا تغفل جانب العاطفة مهما كان لا تقول هذا فلان منطقي خلاص أنا باش أستخدم معا الطريقة المنطقية أنت استخدم الطريقة المنطقية كويس لكن أيضا لا بد أن تدخل جانب العاطفة في الموضوع لأن كل شخص أصلا هو مكون من عاطفة وسنجد أنها مؤثرة ولذلك معظم المواقف الأقناعية نحن نستخدم العواطف ونبررها بالحقائق جميل يعني الناس أو الشي تبدأ بالعاطفة تقولوا هذا أحسن هذا أجمل هذا أفضل أو نسافر للبلد الفلاني أحسن أنت بنيت على العاطفة ثم بعد ذلك تجي مبررات لأنك هذا لأنك هذا والله السعر أرخاص المكان قريب تبدأ وتجد أنك في حقيقة نفسك لو راجعت نفسك أنت اتخذت القرار بناء على العاطفة فالعاطفة مؤثرة وما في أحد منها يخلو من العاطفة كذلك من القواعد المهمة في عملية الأقناع والعلوم نختم بها وإذا كان لديكم أنتم مداخلات بعد ذلك استخدام القصص في عملية الأقناع سواء قصص حاضرة مواقف حصلت الآن أو قصص من السابق ولذلك نجد القرآن الكريم مليء ب القصص القصص لأن فيها عملية تقنع لذلك فقصص القصص لعلهم يتفكرون فأنت دائما لما بتقنع الناس في حديثك سواء في الأسرة مع زملائك مع جمهور عام استخدم القصص القصة مؤثرة جدا لا تهم للقصة أنا بتكلم عن قضية معينة أحاول أقرأ أو حاول من خلال خبرتي وتجربتي في الحياة أقف على بعض القصص وأوظفها الآن في الشيء اللي أنا أريده طيب ليش القصص مهمة في عملية الإقناع؟ أول شيء القصص بتستولي على انتباه المستمعي تجد الناس ما شرف أي مناسبة أو في أي حدث لو في واحد بي قصة الناس تبدأش تسمع تسمع وتنجذب حتى حنا الآن في الجوالات في تويتر و في غيرها لما تدخل وتلقى قصة تبقايش تستمتع تحاول تقرأها وتحاول تسمع إن كانت يعني مقطعا صوتيا أيضا القصة تبسط الأفكار المعقدة وكذلك القصة تخاطب العاطفة فالناس يتأثرون بالقصة إن فيها شيء عاطفي إما تكون قصة سعيدة أو قصة حزينة أو قصة فيها تحدي فيها نجاح إذن تجد إن القصص أصلا في الغالب هي بتخاطب العاطفة كذلك القصص قابلة للتذكر أنتوا الآن كم قصة تتذكرون بسألكم أنتوا حينما مثلا ممكن تحضروا خطبة الجمعة صح تخرجوا مع الخطبة لو واحد سألك في الليل إيش الخطبة اليوم إيش بتتذكر منها قصة قصة أصلا الناس بيرجعون يقول والله الخطيب اليوم أعطانا قصة كذا اليوم تكلم يعني نسيوا الكلام وبقيته القصة في استخدام القصة جدا جدا مهم في عملية الإقناع آخر قاعدة مهم جدا يا شباب في عملية الإقناع إذا ردت أن أقنع شخص لابد أن تخير الوقت المناسب ولذلك عندما تقنع شخص مزاجه يكون رائع مزاجه الآن هادي القابلية أكثر ولذلك يقولون الحالات المزاجية الإيجابية يصحبها إقناع أكبر الذي مزاجه الآن معتدل تجد أنه عندما تحاول تقنعه عملية الإقناع والتأثير فيه يكون بشكل أكبر إذا كان عندكم أي إضافات على الأشياء التي ذكرناها من مهارات أيضا دكتور أرى من مهارات الإقناع تشعر الشخص الذي أمامك أنه يحاجه إلى هذا الرأي يحاجه إلى هذا الفكرة جميل ترى أنت محتاج إلى هذا الشيء فلذلك أنا أنصحك أنك تأخذه أنصحك أنك تقتنع به صحيح بمقصف المنتجات وغيرها هذه هي مقصف المهمة اشعاره بالحاجة ولذلك ترى الآن في الاتصالات وغيرها يعني مثلا من الشركات يشعرك بوجود مشكلة وإنك الآن في حاجة الحل يقول لك الحل عندي فأنت مباشرة تقتنع وتتجي طيب هل هناك أي مداخلة في الإقناع؟ أعتقد أن الأشياء المهمة إذا بدأت عملية الإقناع يكون لديك معرفة كافية بالموضوع الذي تكلم به صحيح الشخص الذي قدامك لو أشعر أن هناك أي ارتباك أو أي عدم معرفة كاملة يبطل علته صحيح إذن يكون عندك إلمام ومعرفة وعندك خلفية كاملة عن الموضوع إذن هذه عدد من المهارات أو القواعد سنحتاجها ضمن إطار مهارة الإقناع فنحن نحتاج الإقناع بشكل يومي أصلاً في ممارساتنا حتى البسيطة لا نتخيل الإقناع أنها حاجة كبيرة مو شرط الإقناع حتى في أبسط الأشياء في البيت ممارساتك اليومية تحتاج إلى الإقناع أعزائي المشاهدين ومشاهدات وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم نشكر لكم حسناً إصغائكم وإنصاتكم إلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة نترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة